موسيقى بأطيبة التحايا أحييكم وعزائي طلبة الصف الخامس العلمي وأرحب بكم في درس جديد من دروس الكيمياء والذي سيكون حول الفصل الخامس وتحديدا الحركيات الكيميائية وأيضا معرفة المزيد عن ميكانيكية التفاعل درسنا في الحركيات الكيميائية معدل السرعة وكيفية استنتاج معدل السرعة من خلال رصد تغير تركيز أي مادة مشتركة في التفاعل نسبة إلى التغير في الزمن وتعلمنا من خلال معدل السرعة أن سرعة التفاعل تختلف فيما بينها وكذلك تنقسم إلى أنواع منها تفاعلات سريعة جدا وتفاعلات سريعة وتفاعلات متوسطة السرعة وتفاعلات بطيئة وتفاعلات بطيئة جدا لذلك لا يشترط استخدام وحدة زمن معينة في حساباتنا لمعدل سرعة التفاعل الكيميائي كما أننا نستطيع إيجاد معدل السرعة بدلالة أي مادة مشتركة في التفاعل الكيميائي طبعا لمقارنة السرعة التفاعل فيما بينها أوجد مصطلح السرعة العامة والسرعة العامة هي سرعة بدلالة مول واحد من أي مادة مشتركة في التفاعل أو نستطيع معرفته من خلال قسمة أي سرعة لأي مادة نسبة إلى مولاتها في المعادلة الكيميائية المتوازنة أيضا تعلمنا من خلال رصد معدل السرعة استنتاج قانون السرعة وقانون السرعة قلنا هي علاقة رياضية تربط سرعة التفاعل بتراكيز المواد المتفاعلة كل منها مرفوع إلى أس يمثل مرتبة التفاعل بالنسبة للمادة ومرتبة التفاعل هذه تعلم من خلال التجارب العملية وطبعا المادة التي لا يؤثر تغير تركيزها على سرعة التفاعل ستكون مادة من المرتبة صفر وهكذا مادة لا تظهر في قانون السرعة تهمل لأن أسها رح يكون صفر وبالتالي قيمتها واحد وهذه لا تؤثر على سرعة المقاسة من خلال قانون السرعة طبعا أيضا حتى نعرف الميكانيكية التفاعل ونستطيع أن نتكهن بمسالك التفاعل يجب معرفة قانون السرعة أولا وأيضا ندرس النظريات نظريات سرعة التفاعل الكيميائي وعدي نظريتين رئيسيتين نظرية التصادم ونظرية تكوين المعقد المنشط أو نظرية الحالة الانتقالية وكل نظرية درسناها قلنا نظرية التصادم تفترض أن التفاعل يحدث نتيجة التصادم الحادث ما بين جزيئات المواد المتفاعلة والتي افترضتها هذه النظرية بأنها ذات شكل كروي ونتيجة الاصطدام طبعا راح أما يكون هناك حدوث ناتج أو قد لا يحدث ناتج طبعا شروط حدوث الناتج يجب أن يكون هناك وضع فراغي مناسب وأن تمتلك الجزيئات المتصادمة طاقة تساوي أو تفوق طاقة الترشيط طبعا درسنا نظرية التصادم وفهمناها وفهمنا كيفية حدوث التفاعل الكيميائي من خلال هذه النظرية من ثم درسنا نظرية أخرى هي نظرية الحالة الانتقالية هذه النظرية التي تفترض أن الذرات أو الجزيئات للمواد المتفاعلة طبعا راح تقترب مع بعضها البعض وتكون تركيب وسطي أو مادة وسطية تسمى المعقد المنشط هذه المادة ذات طاقة عالية أعلى من طاقة المواد المتفاعلة وأعلى من طاقة المواد الناتجة وهي تتفكك أما إلى ناتج أو تتفكك إلى متفاعلات طبعا حصول الناتج أيضا يعتمد على طبيعة هذه المادة وكيفية تفكك الأواصر الأواصر اللي راح تكون المعقد المنشط وأيضا طبعا من خلال النظرية راح يصير عندنا فهم واسع لتأثيرات العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي وصولا إلى الموضوع الأهم واللي هو محصلة كل ما درسناه وهو ميكانيكية التفاعل طبعا احنا ميكانيكية التفاعل درسناها اليوم حن ندرسها بشكل أكثر عمقا راح نأخذ أمثلة نحل هذه الأمثلة على الصبورة ونتعرف على كيفية حل هكذا نوع من الأسئلة طبعا الميكانيكية تقترح بناء على قانون سرعة التفاعل الكيميائي لأن القانون هو أهم مفاتيح رصدنا أو معرفتنا لميكانيكية التفاعل ميكانيكية التفاعل فيها أما خطوة واحدة أو عدة خطوات التفاعلات المعقدة التي هي أكثر من خطوة الخطوة الأولى هي خطوة بطيئة وهي الخطوة المحددة لسرعة التفاعل الكيميائي والمواد المتفاعلة في هذه الخطوة تمثل المواد التي تظهر في قانون السرعة أما نواتج الخطوة البطيئة فهي مركب وسطي زائدا ما يتبقى وداما المتبقه وأما كل أو جزء من أحد المواد الناتجة طبعا المواد الناتجة للمعادلة الأصلي أما الخطوة البطيئة فمتفاعلاتها هي ما لم يستخدم من متفاعلات الخطوة من متفاعلات المعادلة الأصلية في الخطوة البطيئة زائدا المركب الوسطي أما نواتج هذه الخطوة فهي نواتجها هي دائما ما يكون إلى ارتباط وثيق بنواتج المعادلة الأصلية خلينا أخذ أمثلة ونحاول من خلال الأمثلة نشرح أكبر قدر ممكن بالنسبة لموضوعنا موضوع الميكانيكية التفاعل الكيميائي خلينا نشاهد سوية شون نقدر نحل هذه الأمثلة وشون نقدر نتعمق أكثر بعملية الحل خلينا نشاهد عدنا هذا التفاعل هذا التفاعل تفاعل معادلة أصلية راح طبعا قانون السرعة سي أو من المرتبة الصفر وأن أوتو من المرتبة الثانية راح نتكهن مسالك لهذا التفاعل وراح نشاهد شنون نحل هذا السؤال عدنا هل نقول سؤال التفاعل الآتي التفاعل الآتي أن أوتو زائد سي أو زائد سي أو ينطيني أن أو زائد سي أوتو هذا التفاعل المطلوب هو قانون السرعة له ريت يساوي شابت في تركيز المادة أن أوتو وستثنين استنتج أو تكهن قانون السرعة لهذا التفاعل أو استنتج مسالك التفاعل ميكانيكية التفاعل من خلال القانون من خلال القانون السرعة من خلال القانون السرعة تكهن بمسالك التفاعل أو ميكانيكية التفاعل أو ميكانيكية التفاعل طبعاً أنا هنا في هذا السؤال خليت المادة الوسطية أو المركب الوسطي مجهول يعني منطيته طبعاً قد يعطى أو لا يعطى أنا أستطيع أنه أنا أفترض مركب وسطي بما يتلاءم مع معطيات السؤال لاحظ معي أنا ش عندي؟ عندي خطوة بطيئة وعندي خطوة سريعة الخطوة البطيئة بيها متفاعلات وبيها نواتج ما هي متفاعلات الخطوة البطيئة؟ متفاعلات الخطوة البطيئة هي المواد التي تظهر في قانون السرعة ما هي نواتج؟ هي مركب وسطي زائد أحد جزء أو كل من أحد نواتج المعادلة الأصلية زين إذن عندي متفاعلات وعندي نواتج أجي الآن هاي المتفاعلات عندي اثنيا جزئتين من NO2 فقط أستخدم NO2 زائد NO2 زين أجي على النواتج مركب وسطي زائد جزء أو كل من أحد نواتج المعادلة الأصلية عندي هنا مادة وعندي هنا مادة أستطيع أن أستخرج ال-NO المتبقي هو NO3 ال-NO3 أصبح هو المركب الوسطي إذن هذا أصبح هو المركب الوسطي واللي من خلاله أنا راح أكمل الخطوة الثانية اللي هي تسمى بالخطوة السريعة الخطوة السريعة أيضا فيها متفاعلات وفيها نواتج الخطوة السريعة فيها متفاعلات وفيها نواتج ما هي متفاعلات الخطوة السريعة متفاعلات الخطوة السريعة هو ما لم يستخدم من متفاعلات الأصلية في الخطوة البطيئة زائدا زائدا المركب الوسطي أما نواتج الخطوة السريعة فغالبا ما هو يكون نواتج المعادلة الأصلية في أغلب الأحيان طبعا زائدا المتبقي إن وجد هذا صار عندي صار عندي خطوة بطيئة استنتجتها راح اكتبها هنا نواتج زائدا نواتج تنطيني نوثري زائدا نو هاي خطوة بطيئة وعندي السريعة راح نكتبها السريعة هي ما لم يستخدم من التفاعلات الأصلية شنو ما لم يستخدم ايش عندي عندي السي او زائدا نوثري ينطيني سي او تو زائدا نو سي او تو زائدا نوثري الآن حتى تكهني يصير صحيح لازم مجموحاتين الخطوتين ينطيني المعادلة الأصلية حتى يكون التكهن مالي وميكانيكية التفاعل اللي كتبتها ميكانيكية صحيحة لازم مجموح الخطوة البطيئة ومجموح الخطوة السريعة ماذا يعطيني يعطيني المعادلة الأصلية خلينا نشاهد طبعا انا راح اجمع الخطوتين واحاول انه اكون المحصلة هذه الانوثري راح تحذف من خلال طبعا لأن هذه موجودة في النواتج وهذه موجودة في المتفاعلات على طرفي سهم فلذلك تحذف الآن المادة NO2 والمادة NO2 هذه على طرفي سهم ايضا تحذف زي المادة NO والمادة CO2 تبقى المادة CO هنا تبقى المادة NO2 تبقى خلي اشوف المحصلة المحصلة هي NO2 زايدا CO ينطيني CO2 زايدا NO الآن السؤال هل هذه تمثل المعادلة الاصلية السؤال هل هذه تمثل المعادلة الاصلية خلي نشاهد المعادلة الاصلية مو بعيدة عنها هل هذه تمثل المعادلة الاصلية خلي نشاهد المعادلة الاصلية لاحظ معي NO2 زايدا CO يطيني NO زايدا CO2 اذا بالفعل احنا استنتجنا ميكانيكية التفاعل وكانت محصلتها هي المعادلة الاصلية اذا التكهن ما انه هو تكهن صحيح واستنتاجنا لميكانيكية التفاعل هو استنتاج صحيح لان محصلة الخطوتين الخطوة البطيئة والخطوة السريعة كانت هي المعادلة الكيميائية الاصلية كانت هي المعادلة الكيميائية الاصلية أيضا لاحظ معي حتى نكمل ما تعرفنا عليه وحيث أن سرعة التفاعل هي سرعة الخطوة البطيئة فأن قانون التفاعل هو هذا rate k NO2 في NO2 والrate k في NO2 وستين ويتفق هذا مع قانون سرعة التفاعل المستنتج تجريبيا ويلاحظ من ميكانيكية التفاعل تشكل مركب وسطي هو NO3 نستنتج مما سبق أن أي ميكانيكية مقترحة لأي تفاعل كيميائي يجب أن تتفق مع المعادلة الكيميائية العامة للتفاعل لاختراح ميكانيكية التفاعل يجب تطبيق الشروط الآتية خلنشوف هاي الشروط اللي هي راح نتحقق من خلالها بعمل يعني حتى الميكانيكية ماتي تكون ميكانيكية مضبوطة أو صحيحة لازم تحقق منعتها شو نتحقق منعتها من خلال الشروط الآتية هاي اللي راح نذكرها لكم واللي موجودة في منهجنا واللي من خلالها نتأكد أن اقتراحنا هو اقتراح صحيح وأن الميكانيكية اللي اقترحناها هي ميكانيكية صحيحة لاحظ معي عند جمع معادلات التفاعلات الأولية في ميكانيكية التفاعل المقترحة نحصل أو نحصل على المعادلة العامة للتفاعل مثل ما سونا قبل شوي ثانيا مرتبة التفاعل لأي تفاعل أولي تكون أما من المرتبة الأولى أو الثانية وتستبعد التفاعلات الأولية من المرتبة الثالثة ولذلك لصعوبة حصول تصادم فعال بين ثلاث جزيئات في آن واحد ثلاثة قانون سرعة التفاعل للخطوة المحددة للسرعة يجب أن يكون مطابقا لقانون سرعة التفاعل العام وذلك لأن سرعة التفاعل تتحدد بسرعة الخطوة المحددة للسرعة إذن لازم تكون مرتبة التفاعل لأي تفاعل أولي تكون أما من المرتبة الأولى أو الثانية مرتبة التفاعل لأي تفاعل أولي أما طبعا تكون الأولى والثانية وتستبعد التفاعلات الأولية من المرتبة الثالثة وذلك لصعوبة حصول تصادم فعال بين ثلاث جزيئات في آن واحد وقانون سرعة التفاعل الخطوة المحددة للسرعة يجب أن يكون مطابقا لقانون سرعة التفاعل عام وذلك لأن سرعة التفاعل تتحدد بسرعة الخطوة المحددة للسرعة إذن قانون سرعة التفاعل للخطوة المحددة يجب أن يكون مطابق لقانون سرعة التفاعل لأنها هي الخطوة المحددة للسرعة إذن لا يجوز أن تكون الخطوة البطيئة غير مطابقة لقانون السرعة لماذا؟ لأنها هي الخطوة المحددة للسرعة ما يصير أنا أكتب الخطوة البطيئة وهي لا تنطبق مع قانون السرعة هذا خلل لأن الخطوة المحددة للسرعة هي الخطوة البطيئة لذلك متفاعلاتها تفاعلات هذه الخطوة تستخدم من خلال القانون أو تستنتج من خلال قانون السرعة كل هذه الشروط يجب أن نضحها في اعتبارنا عند التكهن بميكانيكية التفاعل أو عند اقتراح ميكانيكية التفاعل هذه الشروط يجب أن تكون موضوعة من قبلنا حتى يكون التكهن صحيح وإلا بخلافه يكون التكهن غير صحيح وغير دقيق وسيكون التكهن خاطئ إذن هذه شروط لكي يكون اقتراح مسالك التفاعل هو اقتراح صحيح أيضاً لاحظ معي هذا المثال قانون سرعة تفاعل لتفاعل ما ريت كي أن أوتو من طينيا أو ستنيين ويراد كتابة طبعاً هنا نكتب الميكانيكية من طينياها ويراد كتابة المعادلة الموزونة هذا المثال قانون سرعة التفاعل لتفاعل ما هو كي أن أوتو أو ستنيين ومن طين ميكانيكية التفاعل مقترح لياها ويراد كتابة المعادلة العامة الموزونة للتفاعل وما هي المادة الوسطية وأيضاً اكتب قانون السرعة لكل خطوة قانون السرعة لكل خطوة وعين الخطوة المحددة للسرعة وعين الخطوة المحددة للسرعة هذه طبعاً لازم نعرف من خلال مرتبة التفاعل هذا قانون السرعة وأيضاً استنتج الخطوة المحددة لسرعة التفاعل وكذلك معرفة المادة الوسطية أو المادة المركب الوسطي الموجود راح نكتب احنا هذا المثال ونحل على الصبورة أفضل حل على الصبورة هنا انطاني الميكانيكية وأراد أنا أستنتج قانون السرعة وأعرف المادة الوسطية وأيضاً قانون السرعة لكل خطوة مثال ثمانية خمسة انطاني الميكانيكية ميكانيكية التفاعل المقترحة ميكانيكية التفاعل المقترحة هي كالآتي NO2 زاعداً NO2 تنطيني NO3 زاعداً NO وCO زاعداً NO3 تنطيني CO2 زاعداً NO2 طبعاً طبعاً هنا المطالب أول مطلب نكتب المعادلة الموزونة للتفاعل الآتي المعادلة الموزونة هو محصلة هاتين الخطوتين وبالتالي راح تكون NO2 زاعداً CO ينطيني CO2 زاعداً NO من خلال المحصلة مال هاتين الخطوتين استنتجة المعادلة الموزونة هذا هو المطلب رقم واحد المطلب رقم اثنين اش رايد؟ رايد اكتب قانون السرعة لكل خطوة الخطوة البطيئة اش راح يكون؟ R يساوك K في NO2 والساثنين الخطوة السريعة القانون مالتها R يساوي K في المادة CO والمادة NO3 هذه الخطوة السريعة اتلافة شنون عندي المطلب الثالث عندي المطلب الثالث هو عين الخطوة المحددة للسرعة هي اكيد الخطوة البطيئة واكتب قانون السرعة فقط الخطوة المحددة هي الخطوة البطيئة الخطوة البطيئة الخطوة البطيئة اللي كتبناها قبل شوية اللي راح نكتبها مرة ثانية NO2 زاد NO2 يضطيني NO3 زاد NO المادة الوسطية والمركب الوسطي هو هذا اللي هو NO3 أربعة المركب الوسطي هو أو المادة الوسطية هو NO3 إذن استنتجنا المعادلة الموزونة والخطوة البطيئة قانونها الخطوة السريعة قانونها والخطوة البطيئة كتبناها والمركب الوسطي هو NO3 اللي كتبنا واللي موجود طبعا في نواتج الخطوة البطيئة وفي متفاعلات الخطوة السريعة واللي حذف أثناء إيجاد المعادلة الأصلية أعزائي الطلبة وصلت إياكم إلى نهاية درسي لهذا اليوم بنهايته أتمنى لكم النجاح والموفقية دائما تابعوني في كل درس من دروسنا شيء أكيد لفائدتكم وللمزيد من المعلومات والإضاحات شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة